بعث سيدنا يونس عليه السلام نبياً في القرن الثامن قبل الميلاد ويعود نس سيدنا يونس عليه السلام إلى جده الأكبر بن يمين قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقد كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوة يونس بن متى ذنون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعود نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن سلالة سام بن آشور هزموا جيوشاً كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الآشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب اتخذ سنحاريب من مدينة نينوة في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الآشوريين وبنا معبداً كبيراً لعبادة الإلهة عشتار فقد كان الآشوريون للأسف من عبدة الأصنام وافتتح سنحاريب مكتبة نينوة العظيمة ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الآشوريين في ذلك الزمان وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة ومهده بطريق الأسود الشهير فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود مولاي الأمير سنحاريب ماذا جاء بك يا وزير؟ أمر مهم يا مولاي ألا تعلم أنني في رحلة صيد؟ أعلم أعلم ذلك ولكن مولاي الملك سرجون اشتد عليه المرض في غيابك وألح علينا في لقائك إنه يخشى أن يرحل عن الدنيا دون وداعك أبي؟ قطع الأمير سنحاريب رحلة صيد الأسود وعاد مسرعا إلى نينوى ليطمئن على أبيه الملك سرجون ثاني وكما قال الوزير أزعيا كان يخشى الأمير أن يموت الملك الأب بدون أن يودعه بنفسه أبي أبي سنحاريب حمدا للرب بأنني رأيتك قبل الموت لن تموت يا أبي لن تموت الموت نهاية محتومة إهدى يا بني واستمع جيدا إلى وصيتي وصيتك؟ نعم تعلم كم أحب نينوى المدينة التي بنيناها معا وأنا أيضا أحبها وما هو؟ تريدني أن أترك مدينة بابل بعد أن فتحناها وخلصناها من أيدي البابليين لقد وليت عليها أخاك صاغور 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 صغير يا أبي وليس لديه خبرة بالحكم والقتال وسيحتاج إلى دعمي لا يا سنحاريب لا تترك نينوى من أجل بابل يا أبي لو تركنا صاغور وحيدا هناك سيطمع واطور ملك البابليين وسيعود إلى المدينة التي انتزعناها منه أخوك صاغور قادر على حماية بابل ونينوى عاصمة ملكنا الأبدي سأعود إلى نينوى يا أبي بعد أن أحمي بابل من أطور لن أفرط فيها أبدا لا لا يا سنحاريب لا تترك نينوى من أجل بابل لا تترك نينوى نينوى أبي 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 وكان أهل نينوى يعبدون الإله عشتار وكان سيدنا يونس عليه السلام يتعبد بمفرده على أعلى الجبل وكان عليه السلام ربانيا يعبد الله الواحد وينتظر رسالة جديدة من السماء كان يدعو الله أن يبعث رسالة تشرق على الأرض وكان يدعو الله تعالى ويقول في دعائه إلهي وسيدي وخالقي انتشر الفساد وساد الظلم بين العباد والبلاد انحرف الناس عن الحق وأصبحنا بحاجة إلى تدخل السماء اللهم فيضا من نورك العظيم تضيء به قلوب المؤمنين كما أضأت الكون بنورك وحكمت الحياة بعدلك وحكمتك اللهم نصرا للمظلومين وهدى للحائرين وبعضا من قوتك للطائعين المستضعفين في هذه الأثناء كان نبي الله يونس عليه السلام يتلقى وحي السماء من سيدنا جبريل عليه السلام كان حريصا على حفظ تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ليعيد الناس إلى طريق الحق والرشاد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم